السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي اعلان جديد تم الاعلان عن كوكور توضيف 2211 منصب بوزارة التجهيز والماء بيرس من سنة 2023-2024 نسبة المباراة الاولى هي توضيف 111 تقني من الدرجة الثالثة سلمة سعود فهذه التخصصات المطلوبة توبغرافي تقنيك دو ديفلوبنو انفورماتيك رسورس اونو ميتيورولوجي ادروليك جين سيفيل اوبسيون غوت فنانس اي كونتابلتي الكترو ميكانيك اذا هم تخصصات المطلوبين بالنسبة للمباراة توضيف في تقني من درجة الثالثة سلمة التسعة بالنسبة للمباراة الثانية اللي هم مباراة توضيف ميتين مهندس للدولة من درجة الاولى سلمة 11 وهذه هم تخصصات اللي هم مطلوبين بالنسبة لها الوظيفة دي المهندس دولة من درجة الاولى سلمة 11 الوظيفة اي جيني دو بروسيدي إلكتروميكانيك اي كونومي اي فرنس ديفلوبمون دي بروغرام دي جيطاليزاشن ديفلوبمون دي بروغرام ادمنستراشن دي باس دوني دانهما تخصصات الخاصين بهذه الوظيفة كمهندس للدولة من الدرجتي الأولى السلم 11 منسبة للمباراقة الجراء يوم الحد 26 11 2023 واخر اجل باش انك ترشح في هاد المباراة هي 31 شهر عشر 2023 وبنسبة لتشجيل غيكون عبر الموقع الالكتروني اللي غدي نشرح لكم الان في هاد الحلقة هادية اللي هو اتريغوخيت بوان ام تي بي نتا بوان جوف بوان ما اذا انا غدي نتعرفوا على الشروط والوتائق اللي خاصة ان تكون عندك بنسبة لهاد المباراة هادية اللي هما طالبين 111 تقني من الدرجة الثالتة اذا المباراة غد جراء في مدينة الضار البيضاء بالنسبة اخواني لهاد الشعب اللي شفنا في الولدية الفيديو هما مقسمين على حسب كل شعبه وش حال طالبين في كل شعبه من هاد الشعب اذا بالنسبة للشروط تكون من الجنسية مغربية وتكون حاصل على دي بلومت المتخصصة المسلم من طرف احدى مؤسسة تكوين المهني بالنسبة للعمر اللي طالبين تكون ما بين 18 سنة حتى 44 سنة حتى 40 سنة تكون ما بين 18 سنة حتى 40 سنة بالنسبة اخواني للوتائق اللي هي مطلوبة في هاد المباراة هدي تكون عندك اولا وتقديل لكرت ناسيونا تكون ميقاليزيا وتكون عندك شهادة او لا تكون عندك نسخة مشهود ممتابقة لاصل دي بلوم تقني متخصص تكنيسيا سبيسياليزي في التخصصات المطلوبة اللي شفنا في الولدي الفيديو في احدى شهادات المعادلها تبقى لمقطيط النظام الجري بها مصحوبة وجوب بواحد المسخة النسخة مصادقة عليها تكون عندك نسخة مصادقة عليها في قرار المعادلة بالنسبة للناس اللي هم واخدين دي بلوم دي لهم في اه يعني في اطرانجي عندك اللي جي بيهم في الزكور الاطرانجي بالنسبة اخواني الناس اللي عندهم دي بلومات ما موضحش فيهم التخصص يجيب واحد شهادة مسلمة من المؤسسة المانحة اللي اخذتي فيها دي بلوم دي لك جيبها باش تبين التخصص بوضوح بالنسبة للدي بلومات التي لا تتضمنوا التخصص حتكين بعض الدي بلومات اللي ما فيهمش التخصص ومكتوبش فيهم التخصص بالنسبة لبعضهم مش يقول شي بالنسبة للناس اللي هم مكتوبين فيهم التخصص ماشي مشكل يدفعوا بي بالنسبة للناس اللي ما عندهمش التخصص مبيين في الدي بلوم يجيبوا هات شهادة مسلمة من احدى هات المؤسسة من هات دي بلوم دي لهم اذا هدو هما اخواني المعلومات الخاصة بهاد الواتع كذلك بالنسبة للناس اللي هم موظفين في الادارة العمومية موافقة من الادارة لهم باش انهم يدوزوا هاد الكونكور اذا هم معلومات الخاصة بهاد المباراة الخاصة بالتقنين من الدرجة الثالثة لطالبين فيهم مائة واحدى عشر من سبيل المباراة الثانية اللي هي طالبين مائة مهندس للدولة من درجة الاولى كذلك هنا غد جراء المباراة نهار 12 شهر احداش الفين وثلاثة عشر بما دين تأبار البيضاء فهذا الشعب اللي درجة من الفيديو وهذا الشعب اللي هم مقسمين العدد المناصب في كل شعب الآن سنرى الشروط بالنسبة الشروط تكون لديك جنسية مغربية تكون بالغ من العمر ما بين 18 سنة حتى 45 سنة لا تكون قلب من 18 سنة وما تكون اكتر من 45 سنة في فاتح يناير من السنة الجارية وكذلك تكون حاصلة على شهادة مهندس دولة المسلمة من طرف المدارس أو المعاهد أو المؤسسة الجامعية الوطنية المؤهلة لتسليمها أو إحدى شهادة المعادلة المحددة قائمتها تبقى لمقتلط النظام الجاري بها العمل وكذلك بالنسبة للوتائق اللي خاصة توفر عليها نسخة مشهود بمتابقتها للأصل اللي بيطاقة للتعريف الوطنية لكارت ناصيون تكون ميجاليزيا وكذلك النسخة مشهود بمتابقتها لأصل مهندس دولة في التخصصات المطلوبة أو إحدى الشهادة المعادلة لها تبقى لمقتضايات المنظامية الجاربية العمل مصحوبة وجوبا بنسخة مصادقة عليها من قرار المعادلة الخاص بمعنى الأمر عند الاقتضاء هنا وكذلك تكون لديك شهادة مشلمة من مؤسسة المنحة للديبلوم ديالك اللي الناس اللي ما عندهم تخصص موضح في الدبلوم إلا ما عندك تخصص موضح في الدبلوم قصد ضرور أنك ترجع المؤسسة اللي اخذتي في الدبلوم باش تعطيك واحد الوثقة أو شهادة اللي كتبين تخصص ديالك إذا هدا هم المعلومات اللي هم خاصين بهذا الجوج ديال المباريات إذا الآن سنرى إخواني طريقة كيف سنتسجل في هذا أو سنترشح في هذا الجوج المباريات بطبع الحال سندخله لهذا الموقع اللي هو e-requite.mtpneta.gov.ma إذا هذا هو الموقع إخواني اللي سنتسجل فيه خاص بوزارة التجهيز والماء مدير الموارد البشرية إذا هنا لدينا جوج الكون الخاص 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 بالتكنيسيان 3 عدد 111 شخص هنا بالنسبة الخاص 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 المباريات 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 100 شخص إذا هنا سنتسجل مباشرة بوستولي ضغطوا على بوستولي بنسبة الناس اللي هم غادي يدفع للتكنيسيان وهنا غادي نضغطوا على بوستولي بنسبة الناس اللي هم يدفع للزنجينيور إذا احنا ندرك لكم واحد المثال خاص بالتكنيسيان بوستولي نضغطوا على بوستولي بطريقة إذا هذا الموقع إخواني سننخلل لكم في أول تعليق دخوله وأول شيء سنجد هو أنكم تشاهدوا الطريقة التسجيل بعد ذلك سنتسجلون بطريقة عادية إذا سنضغطوا على بوستولي وندخلوا مباشرة لهذا الاستمار إذا لتبلو الإنتردوكسون دي انفرمات اللي هم هدو الانفرمات برسونيل هنا سنضغطوا لنون بالطريقة لنون هنا الجهة بالفرنسي وهججها بالعربية إذا أول شيء هنا سنضغطوا المعلومات باللغة الفرنسية هنا نضغطوا لنون يعني الاسم العائلي بالفرنسية والمقابل باللغة العربية هنا نضغطوا باللغة العربية ولكن استعملوا هذا القلافي بالطريقة هذه استعملوا هذا القلافي هذا مثلا نكتبوا الاسم ديالنا أو الاسم العائلي ديالنا مثلا أنا كتبت هذا الاسم العائلي سنجي مباشرة ونقوم إرسال هو سننفذ المكان هنا سنضغطوا كذلك الاسم الشخصي ديالنا هنا سنضغطوا باللغة الفرنسية وبالمقابل طريقة هذه مثلا نضغطوا الاسم العائلي الشخصي ديالنا سنضغطوا لضغطوا واحدة في هذا المكان وهنا سنختار أول شي نختار السنة هنا نختار السنة عشم سنة بالطريقة هذه مثلا نختار هنا السنة هذه ونضغط السنة نضغطوا الشهر بعد ذلك نضغطوا اليوم 16 6 2005 هنا سنضغطوا الكارت نشونال ديالنا هنا كارت نشونال ديالنا هنا keep جوج الحروف المق forgotten هنا ل meidän لي الارقام هنا نضغطوا الأسفل إذا just المستثيل ذوكور أو لأينات مثلا نختار ذوكور قال heal أرى الأسفل هنا المكان في النت kinderg النق smashed يعني بي دو غيزيدونس الدولة طبيعي الحال غن ديرو ماروك لهم مطالبون جيسية مغربية انا نختار هنا الفيل دو غيزيدونس يعني مكان في انت ساكن اش من مدينة يعني بنسبة لنا الناس لهم ما كيكونوا ساكن في المجال القاروي شوف المدينة اللي قريبة لك مثلا انت ساكن في النواحي مثلا مثلا في النواحي الارباط ولا في النواحي دي مثلا اه ازيلال والراشيدية او لا انت كشوف المدينة اللي هي قريبة لك على سبيل المثال انا ندير كازابلونكا هنا انا ندير المدينة انا ندير الدار البيضاء ونكتبها باللغة العربية والطريقة هذي ومن اللي نكتبها ننبط الاسفل هنا وندير ارسال ونبدأ لنا في المكان كذلك هنا نكتب الادريس دينا يعني الادريس في انت ساكن اللي كان في اللاكارت ناسيونال يقدر مثلا اللاكارت ناسيونال لديك تكون ديجا ساكن في شيء بلاسة وتحول تي شيء بلاسة اخرى يعني ما زال ما بتليهاش كتدير البلاسة اللي انت ساكن فيها حاليا في هذا الوقت هذا اللي انت كتتسجل فيها مثلا غندير انا الادريس دينا مثلا غد نكتبو باللغة العربية بطبيعة الحال غد نستعمل هذا الكلافية هذا ونفط الاسفل هنا غنديرو الكود بوستال مثلا انا الدار البيضاء عن الشق انا غم مشي لجوجل بالطريقة اخواني غد نكتبو كود بوستال كود بوستال كود بوستال كود بوستال كزابلونكا عن الشق هنا غد ناخدو دينا عن الشق اللي هو هذا كود بوستال هو هذا نشو مباشرة نحط الكود بوستال اللي هو خاص بكزابلونكا عن الشق انتو ما شوفوا المدينة ديركم والبلسة اللي انتو ما كين فيها غنكتبو مباشرة كتبو كود بوستال مثلا هنا غنكتبو مثلا مراكيش او الا اقادير او مثلا بني ملال او هذا كود بوستال وكود بوستال هنا غنكتبو الرقم الهاتفي دينا بالطريقة هنا غنكتبو بطبيعة الحال اليميل دينا يعني الجيميل دينا يكون جيميل صحيح هنا في الاسفل غنجيو الفورماسيون هنا نشوفو نختار الدبلوم دينا طبيعة الحال كين ديبلوم واحد اللي هو تخصص واحد تكنيسيا او الايكيفالون يعني بالنسبة لكي فالناس اللي هو مواخدين لديبلوم دينا يتخونجي كي يجبو معهم المعادلة بالنسبة للناس اللي هو مواخدين لديبلوم دينا في المغرب لهم غنجيو يدفعوا ديبلوم مباشرة يدروا لكوبي ويقاليزيو ويدروا لكوبي وحطوا فاد الموقع اذا هنا قد نقلق على تكنيسيا سبيسياليزي ويكيفال هنا البيض اوبتونيغ ديبلوم يعني لا حسب فين خدتي الدبلوم ديالك مثلا انا خدتي في المغرب غنجيو ماروك هنا لطابلسومو اللي خدتي في الدبلوم واش خدتي مثلا في الانستيوتو سبيسياليزي دو تخافوا الببليك اكادير ولا اه الاستاع ولا ايكول حسانية دو تخافوا الببليك انتم ما شوفو اش من ايكول فاش خدتيو هدا الدبلوم ديالكم على سبيل المثال انا غندير اه ندير مثلا ديال ديال المحمدية يعني فاكلتو سيونس اي تكنيك محمدية بطريقة هذه انا غد نجيو لهذا المكان نختار الاسبيسياليتي قلت لكم بانه هناك مجموعة ديال الاسبيسياليتي كاينين في هذا الضمان ديال التكنيسيين اللي هم تقنيين من البراجوتي الثالثة انا غد نجيو نختاره على سبيل المثال انه نظروه مثلا اننا نشوره الاسبيسياليتي تكنيين انه نظروه انه نظروه انا نظروه او شخص او ان انه نظروه او ان ان هم نظروه يوجد الى مجزل على المبطر المتJason ويمنط أرى هذه المختار woman الإطلاق الى عام المتحدة سيكون الدكابة أو التأكيد تلك الدكابة أو الإطلاق هذه المتحدة يؤ belief الصحة الأحيان الشيء لا تتعلق هذا المتحدة لكن ترجمة التأكيد السيارة المتحدة فقط في العملنا في الجفن يتود لأنا العديد تراجب أتضغط على الحلقة. نضغط عليها. نضغط عليها. ونضغط عليها. سأمر لنا الحلقة كيفية تحرك المشاركة. سنفرح المشاركة قبل أن نتعلق المشاركة. قبل أن نتجل في هذا الكنكور. إذا سنرى المعلومات صحيح. إذا كان هناك مشكلة. وإلا كان هناك شيء غلط. فاحد المعلومات غاد نشوفه ونرد ونضغطه على موديفيه ونديلو موديفيكاشن دينا بعد ذلك غاد نرجع تنينى البلاس هادي ونشوف المعلومات دينا ونضغطه على هنا بنسبة للمعلومات الخاصة باليدوسي دينا اللي هما خاصين بالكونكور اذا هنا طالبين من الاثروة يظي كان آخر تجارتنا الثلاثة العميق الدائمة هناك عميق عميق اذا ارن يكون الواضحة يا ولكن يجب أن يكون المجموعة على الفرماسيون PDF أو إيماج من الأحسن لمن الأحسن أنك ترجع دوسي ديار يكون صفورة للPDF لأنه يكون مجموعة وتكون فوحة لطايلة وهو خاصة بالأكاتر حتى يكون لغادي أم بني مي وركية أم بني ما صفورة للأكاتر الفرماسي للجي بي جي لا نحب ذلك لأنه كل لوحة وكيف يسكني الصورة هنا من الأحسن أنك ترجع على PDF البلاسة التي ستسكني فيها عندك الشخص في المكتبة أو مثلا في سيبير إلا سكني تدوسي ديارك أقول لي يرجع لك صفورة للPDF إذن هنا سأضغط المعلومات ديارنا نضغط على شوازيغ فشي باش نحمل ديبلوم ديالنا يكون طبيعة الحال يكون لكوبي تكون إيجاليزية لكوبي تكون إيجاليزية إذن هنا سأضغط ديبلوم ديالي بالطريقة نضغط على أفغير هذا الديبلوم تحتنا نضغط على أفغير ، وسأضغط выдيبس فشي بالطريقة أضغط على أفغير ثم نضغط على ، نضغط على otro這樣的 نضغط على أفغير وهذه هي المعلومات الخاصة بالدوسية. وانا اضطيت هاته جوجل البياس اللي هما هاده. جوجل البياس اللي اضطيت انا اياه. نكارت نسيونال. وحطيت الدبلوم ديالي بالنسبة لهذه المعلومات. اذا هنا غدي نمشي مباشرة وندغطو على هاته امبريمي. هاته الواتقة هادي. ونديرو لها امبريمي ولا نديرو لها انجسخي. ديرو انجسخي ديرو. وندغطو على هاته انجسخي. ان باد ايف. ونديرو لها انجسخي. بعد ذلك اريد انجسوها. ونننبريميها عند المكتبة. او اللي عندش واحد اللي عنده. بالطريقة. اذا هاته الواتقة ديلنا اللي تم تسجيل بها في المباراة ديال اه تكنيسيان. اه تكنيسيان سبيسياليزي. ان تخوزيام. اذا هدو ما المعلومات الخاصة اخواني. بهذا الكنكور. اذا نفس طريقة اخواني غادي تديروها في الكنكور الثاني. بنسبة للناس اللي بغيين يدفعوه لكنكور ديال. اذا ندوم المعلومات اخواني. الخاصة بهاد. بهاد الكنكور هذا المنبارة تضيف مئتين وحد عشر منصب في وزارة الجهيز والماء اللي فيهم مباراة طالبين مية وحد عشر تقنية من درجة الثالثة. وطالبين مية مهندس دولة من درجة الاولى. اذا بالنسبة لي اخواني لاخر اجل الترشيح هو واحد وثلاثين شهر عشر الفين وثلاثة وعشرين. والمباراة غادي الدار نهار ستا وعشرين شهر عشر الفين وثلاثة وعشرين. وكنتمنى لكم التوفيق. ما تنسوا الدكتور زر الله واشتركوا في القناة. تفعلوا زر جرسا باش انكم تصلوا بكل جديدين. دونتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.